المحادثات المباشرة بين الحوثيين والسعوديين تعود من جديد إلى الواجهة هذه المرة تكشف مجلة فورين بوليس الأمريكية عن الطبيعة السرية للمحادثات التي أجراها مسؤولون من الجانبين في مصقط على هامش الزيارة الأخيرة للأمير خالد بن سلمان ولقائه بسلطان العماني قابوس بن سعيد المفاجئ أن تلك المحادثات تمتد إلى اتصالات السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر بكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام في العام 2016 ما استجد مؤخرا هو نقل السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون الرسائل ذهابا وإيابا بين الجانبين ضمن جهوده في استئناف تلك الاتصالات فبلاده والولايات المتحدة مارست ضغوطا كبيرة في ذلك الاتجاه تلك الجهود أثمرت في تبادل الرسائل عبر الواتساب بين مدير المخابرات السعودية خالد الحميدان ومحمد عبد السلام كما كانت الحكومة البريطانية تساعد في ترتيب رحلة للقيادية الحوثي حسين العزي إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء نائب الحميدان التقدم الحاصل في المحادثات ألقى بظلاله على تهميش لحكومة الرئيس هادي التراجع السعوديون عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يؤكد على شرعية هادي ويطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة أما اللعضاء الدائمون في مجلس الأمن فباتوا يرون القرار الأممي غير قابل للتطبيق كما أن أبو ظبي حليفة الرياض في التحالف سائمت من خوض حرب بلا نهاية وبالغة الكلفة بحسب مجلة فورين بوليسي فإن التهميش لم يقتصر على الحكومة اليمنية بل امتد إلى جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفيتس الأمر الذي جعل أصوات جديدة ترتفع محدرة بأن ما يحدث قفز إلى الهاوية